موسيقى مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة ولقاء جديد مختلفة اليوم في الموعد حضور بالتأكيد واليوم سنجوف في عوالم جميلة جدا تحكمها الإقاعات والإبداع وهي عوالم الفنون من خلال الموسيقى أهلا ومرحبا بكم وجلسة جديدة وكلام مختلفة اليوم عبر برنامجنا وعوالم الفنون والموسيقى طبعا هي تسير في مجالات مختلفة لكن اليوم نحن نخصص هذه الحلقة وهذه المساحة للتطرق على التأليف والتوزيع الموسيقي يمكن هو واحد من العوالم الموسيقية المهمة جدا في تطوير الموسيقى السودانية وبالتأكيد التنوع السوداني الموسيقي الكبير هو بيحتاج إلى توسيع للموسيقى عشان في النهاية الإنسان السوداني والزوق السوداني دائما هو بيطرب للألحانة الجميلة وبالتأكيد الحاجة هي مردوفة لها الكلمة الجميلة تحكم لكم متابعين اليوم معنا واحد من أصحاب القدرات والتحدي يعمل في هذا المجال مجال الفن والموسيقى موزعا وملحنا وكذلك يزعى إلى تطوير الموسيقى في السودان سعيدين جدا أن يكون معنا الشاب والمتميز جدا السيدة الباغر عمر نحن نرحب بك من خلال هذا المساء وتحية جميلة لك مرحب ونحن كل المشاهدين وإن شاء الله نكون قدم ما يفيد الناس إن شاء الله وليل اليوم مختلف ويعني الموسيقى السودانية تتمتع بالثراء وزي ما ذكرت في البداية ذلك لأنه في تنوح كبير جدا في موسيقاتنا السودانية في قاعاتنا السودانية في قبائلنا وفي سحناتنا وإنت اخترت مجال مهم جدا ممكن الكثيرين بيجهل هذا المجال ودائما الواحد لما نختار مجال الموسيقى دائما نمشي للآلات الواحد يحاول يتعرف على الآلات لكن مجاله هو مجال مهم جدا وممكن نكون هو ابتدارة للموسيقى الحقيقية فلنا في البداية نتكلم عن التخصص بتاع التوزيع الكلمة واللحن كيف الواحد يقدر يتعرف على المفهوم ده أكتر وأكتر من غيره لك طيب التأليف هو أساس الموسيقى أصلا يعني الموسيقى أصلا هي أصلا كل الأشياء اللي بنسمع لكله سواء شعبي أو حديث هو أصلا التأليف يعني في الشعبي في الفن الشعبي بيعتبر الفريق أنه المؤلف ده شعبي أو حديث كيف أنه الشعبي ما معروف المؤلف يعني يكون حاجة الناس بيرددوها لكن ما معروف الألف الحديث بيكون حاجة معروف أنه صاحبة منه مؤلفة منه سواء موسيقى أو أغنية ده بيكون شنو ده المؤلف أصلا يا موسيقى يا أغنية نعم في اللسم شعبي التأليف يعني محصول في حاجتين دير يعني جميل طيب إحنا يعني أستاذ الباغر اليوم حنقف علي مهمة التوزيع والتأليف وكيف الواحد يهتم بها في يعني في المقطوعات الموسيقية لكن قبل كده سأتكلم عن أنت صاحب تحدي كبير جدا وبتأكيد بتواجهك يعني صعوبات وعقبات في العمل الموسيقي أنت كيف واجهت التحدي ده لأنه مجال الموسيقى يعني هو بالرغم من جمل هذا المجال لكن في صعوبات طبعا لأي إنسان فأنت كيف واجهت الصعوبات والتحديات بالنسبة لي كانت كيف طيب أصل أنا أتولدت مبصر يعني لكن كان شنو البصر من ثلاثة سنين من عمري ثلاثة سنين بدأ معي شنو طحف البصر من الكترات اللي هي موية البيضة معرفة عند الناس موية البيضة نعم بعد ذلك بقى البصر بقى تدريجين اسمه شنو ده يقيل لكن يعني أنا بدأت المسيقين بدري يعني أنا من طريقة من أربعة سنين بسمع يعني يعني وبسمع بسمع ما بسمع حاجة محلية بس يعني كنت بسمع مثلا أحمد المصطفى بالعود في نفس الوقت أمرك كم كان يعني أربعة سنين خمس سنين صغير جدا يعني استوعبت يعني استوعبت أنا بسمع يعني أنا في الوقت بسمع مثلا أحمدهم صهو بالعود وبسمع مايكل جاكسون في نفس الوقت في نفس الوقت وما في مشكلة يعني ما حب موظ في زر من الناس البيت كان بسمع لي ديلة الاثنين أنت قمت والله هادي الشراعة أنا قيت في البيت يعني ماي فيجاوهم لكن في النهاية بسمع يعني يعني طبعا مايكل جاكسون طبعا أبوي مثلا كان بيجيب الشراعة بيجيب الشراعة الغربية برضو بيجيب أحمد المصطفى يعني ده زوجه لكن احنا لدينا حيات بيشغل نسمع يعني يعني أقدر أقول أنتو في البيت برضو عندكم أذن موسيقية والله يا أخي الموسيقى أنا بس يعني أنا أكتر زول الباقيين يمكن بيمشوا على الوالد أكتر لأنه بيصلا نخرج كلية فنون برضو يعني هل تكلم برضو عن التحديات والعقبات يمكن هي البدايات كانت في الطفولة يعني أنك تبقيت يعني تحاول تستمع تحاول تعرف أنه دي موسيقى بالعوت تحاول تعرف أنه موسيقى راب وفي عمر مبكر جدا لكن لقي داوم انت ماشي في في هذا المجال شنو الصعوبات اللاقتك يلا الصعوبات يعني أنا كسمع ما عندي مشكلة يعني أنا أصلا بدأت العسفر أهلا دي أصلا من صغير جبت غور تعليمي فكنت براي يعني يلا الموضوع تدريجيا بيقى عندي سمع لكن ما عرف الأبجادية المسيغية يعني كعليم طبعا تقريبا مثلا اقول انو واجهتني في الكلية المسيغية دراما انو بيقى النوت المسيغية نفسها نعم وحاهم معتمدة على البصر صحيح دي العربة الوحيدة شنو اللاقتك اللاقتني حتى اي كان في يعني أنا أنا درست رصلا يعني كنت في درست بيانو بس في الفره اللهمية غيران المسيغة كان يد دكت أستاذ نصر الدين حمدان نعم يعني كان هو أصلا بتعامل معاي انو بدون نوتا انو أنا أفهم الآلة بدون نوتا لأنو أنا ما شايف دي حاجة خلتني عارف حالات كتيرة يعني ساعة جيت الكلية وانو كنت بازف بيانو صحيح يعني منتهي يعني فاهم الهارموني فاهم بعز كويس شغالي يعني كنت شغال بر ما عنده مشكلة يعني أنا جيت الكلية بانو باب العلم وكان هدفي أصلا في الكلية التأليف كتخصص يلا تأليف المقطوعات الموسيقية التأليف الموسيقية يلا في البداية أصلا في الكلية كان في الناس يعني الدكاترة شايفين انو كيف أنا المشكلة انو مشكلتي مع النوتا يعني كيف أنا خلاص هم بالنسبة لي انو تلابد تقوم بشوف النوتا شان تطبق نعم دي حيا دخلنا فيها في شنو في تحدي بس أو تأخذنا بس يعني ما مشكلة يقول العقبات بس يقول لي زول يقول لي في الورقة دي في شنو بس كانت في استجابة يعني للموضوع وكانت في صعوبة يلا في البداية في ناس في ناس كان عندهم يعني شايفين حياة صعبة أنا ما كنت شايفة صعبة لأنو أصلا كنت معتمد على السمع يعني المقطوعة أصلا مجرد مجرد المقطوعة بشوفها بنزيلها من الانترنت بسمعها يلا بعد ذلك يكون في النوتا دي يكون فيها حيات تفاصيل بسيطة بس بيكون في زول بيشرحها ليك يعني بوريك أنو الحتة دي هنا فيها يعني في حيات بسيطة أنا بحديدة يلا بعد ذلك الأعمال بنفسها يعني ما عندي مشكلة يعني يعني طيب يعني في كتير من الناس ثقافة النوتا الموسيقية دي يمكن إلا يعني في الآمن الأخيرة كده بيقول الناس تكيف عندها لكن زمان بنلقى الفرقة الموسيقية لكن ما بنلقى في النوتا أو ما بنلقى الشخص المايسترو اللي هو دايما بيقيف خلف النوتا الموسيقية يلا يلا دي حاجة نحن طبعا في السودان هنا محتمدين على السمع حتى العازفين عمتا محدا مسيغتنا شنو أي عازف محتمد على السمع على الحفظ لكن برا طبعا في حاجة الحاجة الصارمة يعني عنده العمل ده مدون مدون أهمية النوتا الموسيقية بالنسبة للعازفين تنظيم العمل دايما هو ده بدخول في التوزيع الموسيقية في ذاته يعني في التوزيع الموسيقية ما هو مبنى على التدوين لا بد تدوي يعني العمل الموسيقية هذا الموزع علميا لا بد يكون مدون عشان يتنفذ بالطريقة الصحيحة لأنه في حسابات في التنفيذ ذاته في حسابات في الموسيقية سواء في الباص في الهارموني التصريفات الهارمونية نفسها صحيح فيها شغل علمي يعني ما حاجة بس بمزاج بحسابات صحيح يمكن يعني أنا قبل قلت يعني فيه تنوع في الموسيقى السودانية وده دايما بيخلي فيه ثرافي في الموسيقى السودانية لهذا التنوع الكبير تعالى أنه سودان كبير يقول أهل السودان يعني بحبوا الموسيقى لحد دايما بنلقى في البيوت السودانية الماء عنده يعني ميون لإنه يخش محدى الموسيقى أو يكون عنده آلة لكن ممكن في البيت العصر الناس بتحاول تدندن بتحاول تظاهر مهارات الموسيقية ويقول لك دايما في البيت فلانده صوته جميل فلانده والله بإيقاعه ظابط يعني حسن تغريبا مثلا الوازاء في نية الأزرق رقصة الوازاء في عندك الدليف الشمالية يلا دي أغاني باعتبارها أعمال محلية دي مفروض تنشر كما هي يعني دي إذا نقلت إذا دت نقول الخارج تنقل كما هي صحيح وأحسن تصور ذاته في محل ذاته لأنه دي دي هوية ها لكن أغنية الوسط اللي هذي جاءت من المزيج بين الحياة دي كلها في مندرمان اللي هي جاءت منها غنوة الحقيبة والحيا بعد ذاك جاءت المدرسة الوترية آآ بعد ذاك يال غناء الحديث يلا بعد ذاك جاء جاء محدة الموسيغة جاء الفنانين الدارسين دي دي تعتبر الأغنية القومية عبر عن البلد ذاته آآ يعني حس في أوروبا في السيمفونية الفرغة السيمفونية دي صحيح ما فيها غناء ما هي مسيغة بس العكين موزعة توزيع دي دي تعتبر عمل بيكون شنو بمسي الأوروبا يعني معروف ان السيمفونية دي الاسم الكلاسيكية المسيغ الكلاسيكية طلعت من أوروبا صحيح اي يلا نحن مفروض نهتم بالتوزيع تنفيذ العمل ذاته صحيح حتى في الإعلام يعني حس في القنوات يكون في شنو الحياة دي مقدمة بالطريقة علمية أكتر يعني التوزيع المسيغي أكتر لكن حاس إلى حد نحن بتتعامل بشنو بالحفظ بالموهبة بالحفظ وحتى الدارسين حتى الدارسين زلطهم بيتعامل بالحفظ يعني نحن نادر ما تلقي زول خاتي قدامه نوتا نادر النوتا مهما جدا اي وبيتعام النظام يعني للفرقة الموسيقية كل الناس بيكون يعني ماشيين بترتيب يعني وقت تلقي في زول عام النشاز يعني ما فيه إذا فيه التزام بالنوتا الموسيقية هو طبعا بدون النوتا ما فيه نشاز لكن قد يحدث يعني فيه تفاهم هو بيكون فيه تفاهم بين الناس يعني أصلا بيكون فيه بروفة قبل العمل الناس متفاهمين عليه طبعا الفرقة بتكون أصلا الناس يشتغلوا كتير مع بعضهم فاهمين بعضهم يعني يعني بالممارسة بيقى الشغل باعتباره ترتيب ما بعتبر التوزيع ترتيب موسيقى معهم هم رتبين نفسهم لكن ما بعتبر التوزيع التوزيع طبعا حساباته وتدوين والتزام نعم يعني أستاذ الباقر الرقم الأقدمية للموسيقى السودانية يعني ورقم الحاجات الكثيرة يحنا نتكلم عنها ورقم الفنانين الكبار العمالقة عمالقة الفن السوداني لكن إحنا للآن ما زلنا نعالي من مشكلة الانتشار إلى الآن إحنا ما قادرين ننتشر عالميا إلى الآن دايما يعني السلم الخماسي هو بيقف لنا يعني عقبة وحاجس في تطوير الموسيقى السودانية وانتشار عالميا خصوصا يعني لما نلاحظ دول الجوار في أفريقيا تحديدا السيوبيا الكاميرون كل الدول الأفريقية واهتمامها بنشر الثقافة من خلال الموسيقى الليبتين نحن نكون مدأخيرين في الموسيقى السودانية وما قادرين نطلعها لبرة طيب أنا تقول الخماسي مشكلة الخماسي ما مشكلة سلمنا دماغ مشكلة دماغ دائما نحن عشان سلمنا خماسي والناس كلها سباعي لا لا مع الناس كلها سباعي بمناسبة تلتين العالم خماسي تلتين الكورو الأرضية دي خماسي يعني الليلة الصين أغاني الشعبية في روسيا خماسية نعم أفريقيا هنا خماسية الأمازيخ هنا خماسية دي كانت تبريرات طبعا بعد الفنانين لا لا يلا طبعا ما مختصين في الموسيقى لكن نحن الليلة طالما ما انتم معنا نحن نعرف انه السلم الخماسي هو سبب التأخير ولا لا أبدا ولا بالعكس هو مفروض الخماسي دا انتشار هو سبب يكون دي الميزة دي الميزة حقا الأغنية السودانية نعم نحن دي الخماسية ميزتنا انه نحن لا سمش نحن بس المشكلة انه في خلط بين اللغة والموسيقى يعني الناس بيقولوا مثلا والله انه العرب الدول العربية بتستعمل السباعي ونحن بتتكلم بنغني اللغة العربية بلغتنا زيون وفروض تكون موسيقى زيون ما شرط اصلا يعني ما في ما في ربط بين الأغنية كلغة والموسيقى في نفسها في فريق لابد يعني الخماسية دي ميزتنا بعمل ان عندنا سلالم كتيرة حسنا عندنا السباعي هنا كردوفان دي فيها السباعي سباعي زي الخليجي نفسها لا سمش حتى الليقاعات نفسها قريبة لا سمش لل الخليجي صحيح يعني في السودان في ايقاعات بسلم السباعي نعم اي يعني نحنا تغريبا ايقاعاتنا الايقاعات الليقاعات 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 لسه ما طلعت في الساعة لكن بس نحنا من المسؤول من الانتشار والله المسؤولين 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 نفسهم لابد شنو يكونوا في اجتهاد اكتر في التوصيل بره يعني التفكير لسه محلي ما في التفكير لا في ناس بره طالعوا بره ونجحوا يعني في اغاني كتيرة طلعت بره نعم سمعنا بتجيب من بره في السودان في بعض الفنانين السودانيين قدروا يوصلوا لقاعات سودانية دكتور عبدالقادر سالم ليو ايو المشاركات البر للمشاركات في المشاركات الخارجية وعدد من الفنانين لكن نحنا محتاجين انه مقطوعاتنا الموسيقية هي تكون منتشرة يلا بذلك تواصل مع شركات الانتاج العالمي نعم نحنا هنعلق اكثر على تواصلنا مع شركات الانتاج العالمي عبر الموسيقى وعبر الانتشار والبعد عن انه نخلي شماعتنا هي السلم الخماسي المشاهدين وكل متابعينا يقوا معنا من بعض الفاصل مرحبا بكم مرحبا بكم المتابعين ومشاهدين ازعد الله وقاتكم بكل الخير نعود من جديد لمواصلة حلقة اليوم من برنامج في الموعد الخصصناها لعوالم الفن والموسيقى وتحديدا شريحة المكفوفين اللي عندها اسهام ومجهود كبير وواضح في الموسيقى السودانية سعيدة جدا نرحي مرة ثانية بالشاب والأستاذ الباقرة عمر وهو يعني مؤلف وموزع موسيقي مرحب بك مرة ثانية مرحبا اهلا بك احنا قبل قبل الفاصل بنتكلم عن انتشار للموسيقى السودانية والمقطوعات السودانية ويعني ترسيخ الهوية السودانية من خلال الموسيقى السودانية واتكلمنا عن دول الجوار فيها افريقيا وكيف هم بحبوا الموسيقى السودانية ويعني عدد من الدول يعني بتحشق الأغنيات السودانية والفنانين السودانين سيد خليفة وغيرهم من الفنانين وحتى بعض الفنانين قدروا لوصلوا صوتهم عالميا لكن ما بالانتشار المطلوب عبدالقادر سالم مراحيل واحدة من الأغنيات الغنادباني الفنان عبدالقادر سالم حلوة ياب السامة وترجمت بلغة بتاعتهم وكان لقت انتشار وهي الآن موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي طيب انت يقولت الخماسي والخماسي طيب أنا لقت تجربة تجربة خاصة في 2016 ما شهنا كان عندنا فرغة في منظمة عيون برغة مكفوفين كان في مهرجان في تونس المكفوفين المصير المصير ما شهنا كان مع الفنان النبي الملاك شاركنا في المهرجان طيب نحن اكتسحنا المسرح الناس نحن وقد جينا قدمنا شغولنا ده الناس تحت طلعوا معنا المسرح فوق يلا شنو الاغاني اللي قدمناها زينوبة قدمنا تاني عبدالقادر سالم ما بس ما بذكره لكن ابهيم اتخيل ايتي تكوني نحن قدمنا هنا يكون في واحدة تونسية بالزغريت نعم الى فهم الكلام في الاعمال السودانية في اعمالنا سودانية ونحن كلنا اربعة تنفع في رغتنا دي كلها اربعة تنفع زايد انا بعملك مؤدية في العمل في العمل يلا نحن النازل طرعوا معنا المسرح فوق كل النازل كلها طرعت معنا المسرح في ناس يوم ينبرع من الشارع يلا بقينا بعد ما طرعنا اول حاجة دي انا بقلك اهمية التوزيع المسيغي نحن انا حاولت انا نفز الشغل ده بقدر الامكان بطريقة مختلفة نحن بعد ما انتهينا النازل بيسألوا فينا انتم موريتانيين ليه لانه نبي الملكات لابسة توب ونحن بيسألون التوب ده موريتاني لانه نفس اللابسة يلا دي ده ضحف فينا حق الوجود حقنا الانتشار الانتشار نعم يعني فيه فرق كتير ايات وقفت يعني احنا في ايرانيين فرق ايرانية ايات اشتغلت في فرنسيين جو اشتغلوا في مصريين جو اشتغلوا في جنسيات كتيرة ايات اشتغلت نحن جينا نحن الوحيدين حركنا المسرح لكن ما نظل عرف ان احنا نموت نحن بعد بعد شغل ده نحن الساعتين قاعدين انشان نسب انشان نوري الناس انه نحن سوداني ببساطة ايه ببساطة كل واحد يقول الناس دي المينون دي المينون ونحن ما معرفين يلا نحن كنازاته في المسرح يعني ما بيزر يقدر يودي لانها شكينا ذات ونحن نشبه بعضنا يعني نحن كافيرا يكوننا قاعدين محظر بيشبهها التاني يبقى احنا محتاجين يعني سازرباغ يتخلي الموسيقى السودانية هوية هوية سودانية اي بس يلا هوية الناس يقولك والله الخماسي مشكلة معارف نحن تبحت طرد لانه الشي قدمنا ونحن مختلف حتى الناس اللي معانا زقانوا معانا في المشاركين معانا ذاتهم يعني المغاربة ودير بيجوا وسألوا فينا بعد ذاك ويوصلوا في الغنوة ذاتها معناتا كلمات دي نفس نحن الغنوة ذاتها مهتمين بالغنية ذاتها ككلمة قالوا نتعلم يعني الغنوة ذاتها كلمات دي معناتا يعني فعلتوا مرحلة اللحن ذاته خلازا يعرفون الموضوع حتى بعد ذاك نحن الكلام ذا نحن شاركنا يوم كان المهريان كان ثلاثة يوم نحن شاركنا يوم الجمعة يوم جان كان آخر يوم ختام نحن شاركنا فيه يوم السبيت كان في جولة بسفينة تبع المهرجان ذاته نحن جاءنا طلب من الناس المهريان انهم نمشي تشتغل تاني في السفينة دون الفرق دي كله يطلب خاص مشان التاني اشتغلنا تاني جوة سفين نعم طيب احنا يعني برضو بعض الفرق السودانية يعني برضو إذا حظيت بالاهتمام والمساند زي البالنبو زي الفرق المختلفة اللي اهتمة بالفلكورو واللقاعات السودانية أنا بفتكر إذا طورت وطلعت بر السودان يمكن يعني الموسيقى السودانية تلقى حظة وطناع الحظة يعني الفن ما يكون مقتصر على ناس معينين وعلى آلات معينة احنا برضو نعمل على تطوير الفرق السودانية يلا في طريقتين للانتشار في واحدة انه انت يتمشي الشارك في المهرجان في مهرجانات عالمية في الطريقة التانية انك تسجل يلا التسجيل ده تلقى عنده شروط عالمية بره فيه شروط عالمية للتسجيل يعني ما يتسجيل يعني نزل قبل قلتك انه لابد يكون في تواصل مع شركات الانتاج العالمية لانه في في كواليتي عشان يبقى سوق يعني سوق للقسيق الشركات العالمية دي الشركات العالمية دي هي بيتنتج بطريقة بجودة معينة وهي بتكون بتتولى النشر حق الاستوانة ذاتها وهي بتحمل حقوق نعم احنا حسنين دهنا حقوق كتيرا معا في رايحة يعني احنا في ناس كتاب بيشتغلوا زي ما قلتك حسن في نارحيل الصراعيلية بيتغني بالعبري صحيح لعبدالقادر سالم لكن يلا دي ده بي احتباره دي حقوق نحن رابط يكون عنده نشره حق ومساعدة لانه بقى شيء ده ما ده ترس نعم ده حق ده حق نحن بالحق نحن بالحق نكتر عبدالقادر سالم يعني القدر يعني القدر وصول نعم القدر وصول وقدر يعني لأنه عنده حركة ما شاء الله دقوبة في المساعدة يعني يعني التلحين ذاته بتعبه بطريقة مختلفة وعنده عدد من المميزين في السودان سواء كان على مستوى الدراما سواء كان على مستوى الموسيقى هم الآن انتشروا خارج السودان لكنهم محدودين نتكلم عن يعني أبرز الفنانين والمؤلفين والموازعين محليا وعالميا وممكن يكونوا هم الأوسع انتشارا من خلالك أو من خلال نظرتك لهم يعني والله يا أخي أنا ما عمد أقول لك أحدد لك زول معين لأننا السودانين يعني كل زول مجتهد براو يعني في زي ونكتب عبدالقادر سالم في آآ 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 يوسف الموصري آآ يوسف الموصري عاصم غرشي آآ آآ في ناس يلا بيكون مثلا في مثلا هندة طاهر مثلا ظهر برضو كان بيغني يلا من فترة لفترة بترقي في في زوب باجتهاده الشخصي حاول سوى حاجة لكن نحن لحد حسي ما عندنا المؤسسية انه نبقى موجودين يعني حسي مع انه سهلة الانتشار في السوشال ميديا زمان كان الواحد عشان نسجل ليه غنية ونشغرية تسطوران ونصفرها مصير ولحد ما تتسجل وتيبعد كده الغنية تنتشر الآن بيجت فيه سهولة لكن نسهولة لكن يلا ما هيه شروط للانتشار معانا لم كان ألا أسوي استدجوا البيت ونفذ شغري لكن هل أنا تنفيذي ذا مع الاسم شروط الجودة العالمية هل هو زي يعني أنا برغبت لك الموضوع هذا شركات برا مرتب في شركة انت بتنتج عندها الشركة دي بتنتج لك بالطريقة الجودة العالمية ذاتها المطلوبة لانو حتى في القنوات العالمية دي انت لو دادت بس شغل في شروط للجودة ذاتها يلا بيسوي الشركات الشركة دي بتقول شنو بتتولى أمر حماية المنتج من ناحية ملكية فكرية وبتتولى موضوع الانتشار ذاته يعني مثلا الاسطوانة دي انت اجتها في فرنسا هم بتتولون مثلا تسويق في أمريكا نعم نحن نحن الفنان دا برا انت كفنان او موزع ويحايا وظفتك الانتاج حق العمل وبس خلاص يعني انت بعدك التسجيل الحياة التانية دي حتى الحفلاء الخارجية دي دا كله تنسيغ بتقوم بو جهات تانية انت مفرغ بس لانتاج هذا المصير طيب احنا هنا من السؤال الاخير اي شخص فعين يكون موالف مصير لا لا اذا رجعنا للتأليف يلا التأليف هو شنو لو نحن دا نعرف التأليف سريعا كده في سماوي التأليف مثال انا اجيبك مثال نقولي اعتباره كوباية الكوباية هكت المو يلي لو زول ملاها يقولي مليتي مثلا جيبتي كم حاجة عصير كم شكل من عصير جيبتي معها مثلا حليب دي حتى كلها في نا بتطلع تطلع حية تانية صح بيطلع حية جديدة لكن يلا مجرد ما تصل الكوباية دي بدون تدفق صح يلا باعتباره هتعرف الظريف يعني هاي يلا التمسيل يلا شنو نحن حيات الكبينة دي مزجة شغل في النهاية الملك باعتباره دا الزور يتملع يعني من الحان بعد داك دفق التدفق دا اعتباره دا التأليف دا المنتج دا سلام وتحية لإباعك وتحية للتحدي يعني أستاذ الباغر عمر ويعني مسيرة معها سهلة بتمنى لك فيها التوفيق وشكرا لحضورك معا وبتمنى لك أنه نلقى مساحات تانية معا ونشوف يعني مقطوعاتك على الهواب مباشرة وكلمة سر هي لأستاذ يوسف الموصلي واللي هو حقيقة المشاهدين الكرام وصفه بوصف جميل يعني بقولي ما هي بثورة في الألحان وكذلك بثورة في التوزيع شكرا لكل ناس التابعون عبر هذه الحلقة تطوير الموسيقى السودانية تطوير الألحان السودانية وكذلك الاهتمام أيضا بالكلمة لأنها مرادفة للألحان كل ناس التابعون كيف نجعل الموسيقى السودانية هوية لكل العالم الخارج شكرا للمتابعة تحية وفريق العمل واللحة مهداء لكل المشاهدين موسيقى 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 موسيقى